اشتركوا في القناة المنتحلين انتحال شخصياتهم بكل سهولة ما هي أبرز الطرق أنه أنا شخص أقدر شخص قدر يدخل على الجواري الآن وش أبرز الطرق اللي قاعدين يستخدمونه في أكثر من طريقة طبعا طريقة التهكير تهكير الحساب وزي ما شفنا احنا احيانا في الواتساب التهكير يعني يهكر حساب شخص معين ومن خلال الحساب هذا يدخل على حسابات أخرى تثق في هذا الحساب ويطلب بيانات بنكية اللي يتصل عليه ويقول لي بالله عبدالله بغيت منك خمسمونة ريال أنا عندك جدا والله واجد أي شخص يرسل عليك رسالة عن طريق الواتساب وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ويطلب مبالغ مالية لا تتجاوب معه أبدا أهرب أهرب أو أنه اتصل عليه هاتفيا وتأكد من هوية الشخص إلى ماذا يسعون المنتحلين فقط مال؟ في بعضهم يسعى للمال في بعضهم يسعى لسوء خلينا نقول يعني مثلا شيء معنوي يبحث عنه أو أنه مثلا يساء السمعة لهذا الشخص بأي طريقة طيب كيف تأكد أن هذه الحسابات مزيفة؟ طبعا هناك في عدة أشياء بالنسبة للحسابات الرسمية والشخصيات المعروفة هناك في توثيق للحساب وبعض الحسابات العادية تتأكد منها من خلال أنه البيهيفة الحساب مختلف التغريدات مختلفة الحساب تاريخ إنشاء وجديد هذه المعلومات تعطي لك كمتلقي أنها فعلا حساب منتحل دكتور كيف تعامل لما شخص جاء وانتحل شخصيتي أو جاء شخص ودخل حساباتي وبدأ يبتزني ونروح طيب في عدة خطوات تسويها الخطوة الأولى تنبه على المستخدمين أو المتابعين إذا كانوا متابعين على طريق تويتر وإذا كانوا مستخدمين بالنسبة للواتساب تبلغهم برسالة نصية أن حسابك هذا منتحل هذا الخطوة الأولى الخطوة الثانية تبلغ المنصة نفسها سواء إذا كانت الواتساب أو مثلا تويتر أن هذا الحساب منتحل في خطوة أخرى التي هي مثلا عن طريق تطبيق كلنا أمن بإمكانك التبليغ عن هذا الحساب أنه منتحل طبعاً في عدة زي ما قلنا قبل شوي أنه انتحال الشخصيات كثر بطريقة جداً منتشرة بحكم أنه طعف أو عدم تفعيل قانون الجرائم المعلوماتية عالمياً انتشر نلاقي ناس من خارج المملكة يخترقون يا سلام داخل المملكة ويصعر ملاحقتهم قانونية يعني الحين إذا أنا احتجتكم منتم أنا باك تصير صديقي عشان إيش إذا صار شيء أكلم خلصوا اللي نشرفتها لعمرك أنا لا يشرف مقدار الحين إذا دخل واحد على حساب أنت قلت لي هذا كل الكلام هذا كلام رسمي أنا معك بس فيه كلام كلام ميال الحارم أجيب لك منه وأجيب لي كذا عندكم هذه تعرفون أنتم يحقين السبب الجهات الرسمية هي اللي بيجيب لك هذه التفاصيل لا أكل الجهات الرسمية أوكي بس فيه نحس عندهم يعرفون يدخلون ويجيبون لك من هو الشخص هذا صح فيه شباب كذا مبدعين ممكن يجيبون بس يجيبون بطريق غير قانونية الطرق الرسمية لا 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 نبي قانوني الطرق القارنية والرسمية عن طريق الجهات المختصة قانون مثلا تطبيق كلنا أمن هو الرجال دخل جوال لأخذ كلش كل الصور تورط أنا طبعا في نظام عندنا الجرام المعلوماتية بإمكانك أنت من ضرر هذا من دخل المملكة زي ما قلت لك ضعف التفعيل القانون عالميا سهل على المستخدمين أو المنتحلين انتحال الشخصيات وهذا شيء بصراحة ضرر بسمعة الكثيرين وهدفهم فقط كسب الأموال صح هدف رئيسي هدف رئيسي لكن في هدف أخرى معنوية إساء السمعة وغيرها من الهدف اللي هم يبحثون عنها طيب أنا إذا جيت أتكلم على بعض الناس اللي يجي يقول اليوم حسابي ترى الشباب مخترق صارت موضع يا أخي صح؟ والله فعلا نحن شفنا خصوصا تويتر بعضهم والله ما أخترق حسابه في بعضهم قد يخذها كعذر ولكن في الأغلب هي حقيقة ليه؟ لأن حساب مثلا منصة تويتر لو غيرت حرف على المعرف أو رقم معين بإمكانك ووضع صورة مماثلة للضحية بإمكانك تزوير صفحة بكل أسر وسهولة واستخدام هذه الصفحة في التحايل على المستخدمين مثلا نحن نجد أحيانا بعض الشخصيات المعروفة ومنتحلة يسوون مصابقات مالية لأخذ معلومات عن المستخدمين وبالتالي مهاجمتهم جوالات آيفون وش اسمه 500 ريال يسوون مصابقات مالية ومن خلال ويطلبون معلومات شخصية للمستخدمين يأخذون هذه المعلومات وبالتالي مهاجمت هؤلاء المستخدمين وطبعا في بعضهم يسوي ترويج مثلا شيء مثلا مثلا مساعدات مالية للفقراء وغيره ويقول يلا أعطونا مثلا مبلغ مالي كرسوم لهذه الترويج وبعد كده يبدأ في استهدافه طيب نصيحتك للنساء في الواتساب يعني النساء مستخدمين للواتساب بشكل غير طبيعي أي رابط بتفتحه وأي رابط بترسله إيش ممكن أنصحهم فيه أول حاجة إذا جاءك رابط لا تضغط على الرابط فيها موقع اسمه Total Virus Total Virus بإمكانك نسخ هذا الرابط وروح لهذا الموقع وتأكد من هذا الرابط هل هو رابط ملغم أو رابط سليم ما بخلص المقاطع اللي عندي يا أخي عندي مقاطع كثير بتقرأ على كل شي Total Virus أو أنه تأكد من البرتوكول أو المستخدم في هذا الرابط وبعد فيه شغلة ثانية اللي هي أنه يا أخي هذا أنا فترة ما يرسل لي عدم مجثني هالرسالة هذي بسرعة هو التأني أفضل طريقة بس هو إذا أنت دخلت على الرابط يقول لك أعطني الرقم اللي جاك صح؟ هذا إذا كان يبغى يخترقك يقول لك يرسل لك رابط ويقول لك أضغط على هذا الرابط بهذا عن طريق الواتساب أي لما توقع عليه يقول لك يجيك أنت عاطوا الرسالة نصية هذه الرسالة نصية اللي أعطت هي يخترق الحساب فالأفضل الأفضل أنك أنت كمستخدم أول حاجة تفعيل يسمونه التحقق بخطوتين هذا صح هذا جدا مهمة وإذا اخترقت لا سمح الله ما أنت ما فعلت واخترقت أحذف الحساب مثل واتساب ونزلوا مرة أخرى على أساس أن يجيك رسالة جديدة برقم وبالتالي تقدر تستعيد الحساب إذا الهاكر ما غير أو ما سوى التحقق بخطوتين وإذا كان سوها خلاص بالتالي يجب أنك أنت تتواصل مع منصة واتساب وتبلغهم أن هذا الحساب مختلف الله يستر من الاختراقات المستشار في الأمن السبراني الدكتور فهد السلمي شكرا جزيلا لك وحنستفيد منك يا سيدي يعطيك العافية شكرا لك الله يحظ شكرا لك الله يحظ